تعالى نروح القصة هناخدها بالزبط طبقا للأمر بيه النائب العام أيوا فانتم موضوع الشرق ايه أمر السيد المستشار النائب العام بتشكيل فريق لتحقيق عاجل في وقعة قتل المجنية عليها رحمة الله عليها سلمة وهي الطالبة في أكاديمية الشروق بالقرب من محكمة الزأزيق حيث اتخذ فريق التحقيق إجراءاته وألقي القبض على المتهم وجاري استجوابه كانت النيابة العامة يا سادة يا كرام طلقت النهاردة اختار من الشرطة المصرية بارتكاب المتهم إسلام محمد جريمة قتل المجنية عليها سلمة عمدا عليها ألف رحمة ونور حيث طعنها عدة طعنات بسكين كان معاه إيه هو إيه الحكاية العال بتنزل من بيوتها معاه سكاكين المضخ ولا إيه إيه اللي بيحصل ده وده قرب محكمة الزأزيق انت بتتكلم على مكان حيوي مليان ناس رايحة وجاية هو إيه اللي بيحصل عند الولاد اللي من دول واستناها وهي دخلة مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها بنت رايحة تزور صاحبتها في الشغل ورح قتلها ولقي القبض عليه الحمد لله والشكر لله وده طبيعي عند الشرطة المصرية ما بتسيبش لها دخلة من هنا طبعا على طول وبمنتقى السرعة انتقلت النيابة العامة إلى محل الوقعة ومصرح الجريمة وكان برفقة النيابة الطبيب الشرعي وخبراء من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية علشان المعاينة ورفع الأثار والبصمات وما إلى ذلك مناظرة طبعا الجثمان قبل ما يحصل أي حاجة ترخبط الدنيا فطبعا يجب ما يحصل حاجة لحالة المناظرة لهذا الجثمان أو يعني الكشف عليه أو يعني يعرفه يكتبوا التقرير الطبي الخاص بالطب الشرعي تحفظت النيابة العامة على جهاز التسجيل أو بالأدق الهارد يعني اللي عليه الصورة أو الفيديو بتاع كاميرات المرأبة في كل مكان محيط بهذه الواقعة طبعا لأنهم قلقوا القبض على هذا المتهم فتحفظوا كمان على السكينة أو السلح المستخدم في الجريمة وخادوا كمان التليفونات تليفون المتهم وتليفون المرحومة سلمة كل ده بقى جاري على عرضه على النيابة العامة والمتهم قيد الاستجواب حتى هنا ينتهي الأمر وفي انتظار بيانات النيابة كيفما تتفق وتأتي إلى الصحافة والإعلام المصري ترجمة نانسي قنقر